اهلا بحضركم من جديد وفقرة ترند الترند ترند الترند النهاردة يبدو ان فيه اشخاص عايزة تركب الترند لان ما فيش حد عائل وهو بيتابع الاحداث الجارية في الساحة الرياضية المصرية الفترة الاخيرة اللي لما يقول كلمة واحدة ان الفترة دي محتاجة هدوء محتاجة لم الشمل عندنا نهاية افريقيا الاهل بيمثل مصر وعندنا المنتخب عنده اجندة وعنده تصفيات مهمة جدا لكن في نفس الوقت فيه ناس دايما لما بتلاقي النادي الاهل في جملة مفيدة عايزة تعمل خوار وتعمل موضوع النهاردة كابتن احمد حسن كابتن منتخب مصر السابق كان ليه تصريحات غريبة شوية مش غريبة في موضوع واحد لا في اكتر من موضوع وهسرد الكلام اللي قاله لان الكلام اللي قاله النهاردة ما ينفعش يعدي كده بمعنى اضاق في مشكلة كانت موجودة ما بين قهربة ومحمد فضل خلال التمانية واربعين ساعة الماضية والكل تكلم فيها وشاف احداثها وانتهت امبارح بكل طرف كان بيقدر الاخر والموضوع انتهى فكرة بقى ان تطلع عنده هاردة اطراف تانية تعلي على الموضوع او عايزة تبكى بالترند وناس اتعقبت وحب تتكلم على الموضوع في اطار من وجهة نظرها ان ده ما ينفعش وان ده مش قانوني ولا لائحي واو 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 ويجي الكابتن احمد حسن يجي في نفس الجزئية ويقول قعدة الشاي واللمون واقعدة العرب والاندية الغلبة بس هي اللي بتتعاقب والكلام ده كله كابتن احمد لو عندك مشكلة مع حد داخل اتحاد القرى حلام عالك ما تحطش النادي الاهل طرف لان النادي الاهلي في هذا الموضوع الموضوع انتهى بالنسباله وما فيش ازمة وما فيش مشكلة والقصة انتهت النادي الاهلي مش قضيات تخلص بقعدة عرب أو قعدت شاي ولمون والقصة انتهت القصة مش كده خالص والنادي الأهلي ما بيتعاملش مع أي منظومة بالشكل ده خلاف تم أو أسلوب معين تم في الملعب تم تدركه والعقلاء تدخله وانتهى الأمر هو مش لعيب ضرب حكم أو شال السماعة على حكم وما توقفش غير بعد فترة وما سمعنا الصوت لحد فلما تحصل أزمة زي دي أو أزمة عابرة زي دي وتنتهي بشكل ودي الناس تعلّ عليها أو حركة تطلع النهاردة تعلّ عليها وتقول أن اللوايح والقوانين بتطبق على الأندية الغلابة التي ليس لها ظهر القصة مش كده خالصة كابتن أحمد دي جزئية